قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 27 شخصاً أخرين بجروح في معارك عنيفة شهدتها العاصمة اليمنية ليلة الاثنين في محيط ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء وقعت اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس صالح وقوات الفرقة الأولى التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر كذلك أعمال عنف سجلت في حي الحصبة في شمالي صنعاء وهو الحي الذي يشهد منذ أشهر مواجهات مع المسلحين الموالين للشيخ صادق الأحمر زعيم قبائل حاشد من جهة أخرى تستمر المواجهات التي تدور منذ أيار مايو الماضي في محافظة أبيان القريبة من عدن إثر سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على ثلاث مناطق في المحافظة يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد ساعات من ترأس صالح اجتماعا لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية